يهدد التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي ورفضها تمديد الهدنة فضلاً عن تهديدها بضرب خطوط الملاحة الدولية والمنشآت النفطية يهدد بتعقد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع تكلفة الأعباء التي توحيط بالاقتصاد اليمنية ومع استمرار الحرب في عامها الثامن دون وجود أي أفق للحل باتت البلاد في دوامة الجوع والمجاعة وارتفاع تكلفة الإنتاج والأعباء المعيشية التي أرهقت المواطنين والسكان وأثخنت الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي جراح اليمنيين وفقمت من تدهور الوضع المعيشي حيث ارتفعت معدلات الفقر والبطالة والمجاعة إلى درجات غير مسبوقة وتلقى الاقتصاد اليمني ضربات موجعة ناتجة عن عمليات تقويد مؤسسات الدولة والاستيلاء على الموارد والإيرادات وتجيير هذه المؤسسات لصالح ميليشيا الحوثي فباتت المناصب غنائما تتقاسمها عائلات واستبدل الوعاء الإيرادي الرسمي في البلاد بأوعية أخرى كان لها أثر بالغ على الاقتصاد ومع تغول الفساد الحوثي تضررت مختلف القطاعات فتعطلت معظم القطاعات الخدمية في البلاد الكهرباء والمياه والصحة وتوقفت الرواتب عن قطاع عريض من موظف الدولة بينما توقفت مئات المشافي الحكومية عن تقديم معظم الخدمات الصحية والطبية وبات جل ما تقدمه خدمة طوارئ وإن زاد ففي جوانب معينة وبدرجة محدودة وترسم تقارير اقتصادية عديدة محلية ودولية صورة قاتمة لمستقبل اليمن بعدما عبثت به الحرب الطاحنة التي عصفت به منذ ثماني سنوات وتسببت في تعطيل وتدمير حياة اليمنيين وأسرهم والبنية التحتية ونقص حد في الغذاء ووسائل الحياة الأخرى وفي أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم عادت أجواء الحرب مرة أخرى بعد انتهاء المدة الزمنية للهدنة بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي دون التوصل إلى اتفاق لتمديدها في ظل رفض ميليشيا الحوثي مقترح المبعوث الأممي هانس غورندربرغ لتمديد الهدنة